موسيقى ستة أربعة وسبعة ستة في النادي الافريقي اليوم تعملوا لزوز جلسات العامة التقييمية وجلسة العامة الخارقة للعادة في التقييمية نسبة ديون النادي الافريقي تم تقليصها من 38 مليار الـ 12 مليار أي تم خلاص 26 مليار في القضايا والنزاعات كيف تمت المصادق على التقرير الأدبي والتقرير المالي الفترة اللي فيها الهيئة الحالية برئاسة يوسف العلمي مع رفض التقارير المالية لهيئات السابقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة تمت المصادق على القانون الأساسي الجديد للنادي الافريقي أهم لنقاط في القانون الأساسي يحكى لها الأستاذ أحمد التونسي عضو اللجنة المشفى للقانون الأساسي للنادي الافريقي في ميكرو مكة العوني خدمنا على الترفيع في الانخراط للنادي الافريقي واعتبرنا أنه ليس معقول أنه نفس المبلغ يكون سنة 2014 باعتبار الارتفاع التضخم بدنا المقر الاجتماعي للنادي الافريقي الإداري أصبح حديقة رياضة أليف واللي من شأنه بش يجنب النادي الافريقي برشة إشكاليات كانت مرتبطة بالمقر القديم اللي ما عادش فيه شكوني يقبل الإعلامات أو الأحكام كذلك قلصنا في المدى النيابية هذا تغيير مهم باعتباره أنه ديما الهيئات كانت تشفو من ثقل المسئولية في جماعية كبيرة كما نادي الافريقي ردينا أن المدى النيابية ثلاثة سنين وطبعا إذا كان الهيئة المديرة تحب تواصل لايكا بشتولي شتها معنى إذا كان يرغبوا بشي يواصلوا لجنة حكمية وكلنا لها دور مهم هي مراقبة النادي والرجوع إليها في حالات الخطرة ديها مصار لنا قبله وفي النهاية نحن رجعنا لهم من خلال القانون اللي قبلها ذي نحن اعتبرنا مثلا أنه وقت سكت النص في حالة شغور النادي في الفترة اللي صارت سابقا رجعنا للقانون اللي قبله اللي كان فيه للرؤساء القدامة دور كذلك رجعنا للنص هذي من جديد للحياة والحمد لله أنا نعتبر أنه النادي الافريقي بالقانون هذي بش يرجع على الجذوره والعائلته بش يرجع على مداره طبيعي وإنا متأكد هذه الحكاية الرمزية ولكن إن شاء الله حتى في الألقاب وفي التتويجات وفي الاستحقاق الرياضي بش يكون عنده تأثير إيجابي إن شاء الله قانون ذلك في المباراة للوداية النادي الافريقي تعادل واحد واحد معنا ملعب التونسي هدف النادي الافريقي مركا يوسف سنانا وبنتو الملعب التونسي مركا نضال بن سالم والاتحاد المونستيري تعادل الثنين اثنين مع الشباب الساور الجزيري بنتوات التحاد المونستيري مركا عبدالقادر بوتيش المتدبل جديد للعب الجزيري وأيضا مركا ثاني نوردين الشرطان في مستقبل اسليمان تم انتدابة ظاهرة لأيمن محمد الحبيب يكن بعقد المدة تزوز مويسا في هلال الشابة تم انتدابة المدافع المحوري عزيز بوستة بعقد المدة تزوز مويسا بعد نهاية تجربته مع مستقبل اسليمان في البطولة المصرية ليسا الجلاسي سجل ثنائية اليوم مع فريقه المصري البورسعيدي لربح 4-1 الاسماعيلي أهداف الجلاسي جاو زوز من ضربات مخالفة مباشرة بطريقة كية كان نافذهم ليسا الجلاسي في الثقائق 17-24 لعب أساسي خرج في دقيقة 64 هايثم العيوني معها في نفس الفريق لعب أساسي وخرج في دقيقة 46 عيسى العيدون يلعب مقابلة كاملة بفريقه فرنس باروشن المجاري اللي ربح 4-0 في التصفيات المؤهلة لمجموعات الأوروباليك ضد فريق روفرز الأورلاندي كما قلت عيسى العب 90 دقيقة وفي الكونفرنس ليغ أفسي كولون فريق اليسر السخيري اخسر لأرضية 2-2-1 قدام فريق مول فيرفار المجاري السخيري العب مقابلة كاملة كانت هذه آخر نشاراتنا الرياضية لليوم تلقاو على السيد موزيكة فامابونات نخليكم أصلاح في هابي أور